اشتركوا في القناة 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 بين القناة اشتركوا في 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 القناة عندما تنمي اشتركوا في القناة من المال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصفاقتان تعيش عن فوسفو لبيتز ويصفينجو لبيتز هذا اللبيت سبحان الله بدخل الى الالفولاي وبشتغل شغله ونرسم Trucker عدة لقدم كيف سوف نرسم وبالضبط ماذا بعمل فانه يأتي ذلك الصفاقتان في الطائب 2 سيلز تنمي يجب التنفس على الطائب 2 بينما الطائب 1 هو التنفس وهي المعور وطائب الأفولاي عندي باريير اسمه Air Blood Barrier لأنه المقصود يعني ما في التقاء مباشر بين الأكسجين والدم مباشرة لأنه يصير فيه بتعب الألفولاي والألفولاي فيه كابلاريز بسيطة ومن هناك يصير دفيوجين يعني مش مهم كمان طيب الآن يجي هون لأشي يعني خلنا حكي pure anatomy هذا اللي حكي عندك الإبيجلوتس اللي هي لسان المزمار هي الإشي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه هي Cartilage. يعني elastic cartilage تماشى آآ.... Covered by Mucosa On Stalk Attached to the Thyroid Cartilage اللي هي زي خلنا حكي تفاحة آدم Attached to the Back of the Tongue بالتونج من وراه هاي وظيفتها إيش انه انت لما بدك بلع اشي وتوكل اشي ما يدخل على الرئة مين بسكر الرئة؟ يعني هاي القصبة الهوائية وقدام هالمريض فانا انا بدي يأكل عشان ما يجهض لأكل اللي انا اكلت ويروع على التريكير إذا سلم زمر الله خلقه عشان ينسكر هذا الأشي إذا سكر هذا الأشي يتيجى اللقمة و تدخل لهون ما بتلاقي طريق بتنزل مع المريض هذا هو إبيغلوتس هذه و دورينج سوالوينج لارينكس إس بولد سوبرير لي بتطلع على فوق شوية والإبيغلوتس تيبس انفيرير لي بتتسكر عليها يعني خلنا نحكي النوز طبعا البروفايد ايروي مويسن اند وارمز اير يعني بيرطب و بيدفي الهوا فلترز اير شو فلترز عفوا فلترز يعني بنقي بيرظف وبزبط يعني ريزونيشن تشامبر فوفو سبيتش يعني بعطي يعني الريزونانس او هيك زي بعطي حدة للصوت اثناء الكلام والفاكتور ريسبترز الموجودين عندي للشم اللارينكس اللي هي الويس بوكس الموجودة عندي هاي اللارينكس اللي هي خلنا نحكي تفاحة آدم منطقة تفاحة آدم منطقة تفاحة آدم اكسند من الليفل من الفورث للسيكس سيرفايكال فيرتبري ماشي التاشتده هايويد بون في عندي عظمة موجودة بالرقبة هاي العظمة مش متصلة باشي سوى العضلات هاي الهايويد بون فهذا اللارينكس متصلة فيها انفيريلي اسكنتيني وسود التريكيا اللارينكس بستزل تحت ندخل الى التريكيا اللي هي القصو الهوائي ثلاث مستوى للريكس التعليم الصوتين للريكس فالحبال الصوتية التعليم الصوتية للريكس التعليم الصوتين لصنع ويصفر اللي هو الأمر والتعليم الصوتين يعني هي منطقة تلعب دور كبير مثل الابيغلوتس بشغلة تنظيم الأكل مع التنفس يعني closed during swallowing و open during breathing نفس الابيغلوتس تقريبا في عندي ثلاث أجزال الفارنكس في عندي النيزوفارنكس اللي هي منطقة الأنف من وراء اوروفارنكس اللي هي منطقة الماث من وراء ولارينجوفارنكس اللي هي منطقة آخر منطقة اللي هي راح تتصل باللارينكس فأول شي في عندي النوز بعدين في عندي الفارنكس بعدين في عندي اللارينكس وهكذا تمام يعني موجود منطقة الحنجرة يعني خلنحكي او مش الحنجرة حتى الحلق يعني نفسه في تونسلز اللي هي الوز مفيدة هي لجهاز المناعة للشغلات اللي انت بتتنفسها وبتحمي وهي الشغلات وموجودة بالفارنكس اليوفيولا اللي هي هاي هيك هاي اللهاب يسموها بالماث هاي اللي نازلة هاي اسمها يوفيولا يوفيولا كلوز اوف نيزوفرنكس دورن سوالوين يعني انت بتجي تبلع شغلة الان لو بدك تطلع لفوق بدك تدخل عن النوز يعني بدك تبلع شغلة هاي اللها ترجع وتطبق على السكف يعني بتسكر على النوز او النيزوفرنكس حتى ما يدخل الاكل الى النوز سبحان الله التريكيا اللي هي قصة الهوائية هي من تحت الليرنكس يعني فهي دوسينتس ليرنكس ثرو در نيك انتو ميديا ستاينم ميديا ستاينم اللي هو الفراغ الموجود بين الرئتين يعني انا بالوضع الطبيعي في عندي هون رئة وفي عندي هون رئة تمام وفي عندي هون القلب شايف الفراغ اللي بين الرئتين هاد اسمه ميديا ستاينم يعني القلب يقع في ميديا ستاينم التريكيا وما تنقسم الى المين برونكاي بالميديا ستاينم هاي الميديا ستاينم اللي هي المنطقة اللي هون ديفايدد انتو ثراكس انتو تومين برونكاي يعني تنزل هي قصبة هوائية واحدة ودائم تنقسم الى اثنين اللي هم برونكاي هاي برونكاس وهاي برونكاس القصبة الهوائية في عليها حلقات غضروفية اللي هي سي شيب زي حرف السي بتلف عليها ستة عشر لعشرين واحدة تقريبا من الهاي لاين كارتليج مش الالاستيك كارتليج زي البيوغلوتس جويند باي فايبر الاسيك كونيكتف تيشو فليكسبل يعني هي مرينة لكن مرونتها مش انه والله انا بدي اتنفس مثلا بس اتنفس بتفتح وبس اطلع الهواء بتسكر لا هي مرينة لكن سبحان الله الغضريف الموجودة هاي تمنع انها تسكر during الانسبيريشن او الاكسبيريشن فليكسبل لانك تطعجها او كذا هي فليكسبل بتظلها فاتحة حتى لو تغير الضغط مع التنفس ما بتسكر هذا كله يعني حكي عادي بس انه لازم واحد يعني يحكي لكم يا من وجود المحاضرة في عندي شي اسمه في شي اسم ريسبيراتوري زونز الان لو انت اجيت وسألت الرئة سؤال حكت لها يا رئة كيف حالك تحكيك اهلين تحكي لها انت يا رئة باختصار شو وظيفتك بتيج تحكي لك والله يشوف انا وظيفتي في عندك من عند الالفيولاي اللي هم القصائر اللي شو اسمه الحويصلات اللي هم وظيفة وما قبل الحويصلات وفوق الوظيفة ثانية تحكي لك كيف يعني تحكي لك شوف يا سيد العزيز من فوق لقبل الحويصلات الهوائية ما في تبادل الاكسجين ولا تبادل الغازات صح او لا تحكي لها صح شو بتسوي هاي المناطق العاد بحكي لك هاي بتوصل الغاز بترطبه بتفلتره بتنظفه بتضبطه لا حتى يوصل دافي ونقي واموره تمام لا الحويصلات الهوائي تحكي حلو كتير سبحان الله شو اسمها هاي المناطق بحكي لك كوندquez تكندك تنك زون فهالكندكة تنك زون اللي هي إئش التأagne يمت Kanadali اسم AG سترتب تنظف بالدف طبعا هم هم ترطب الهواء أحيانا بالبرد لما تكون الجو كثير بارد يكون الهواء كثير بارد وكثير جاف فبأذر لازم يتم ترطيبه وتدفئته قبل ما يوصل لهناك الحمد لله وعندك رسبيراتوري زونز المناطق الإكسشانج هي سايت غاز إكسشانج موجودة رسبيراتوري برونكيولز الألويولار داكتس والألويولار ساكس وهي الأجزاء الأخيرة هاي هي مناطق التبادل رسبيراتوري برونكيولز وهي القصيبات الهوائية طبعا مش كلها آخرها لأنه منها وفوق يكون من ضمن الكوندكتينج أو الكوندكتينج الآن نجلس الفاكتنت إلي حكيت لكم عنه ينتج من الخلايا تايب 2 هذه موجودة حوالين التايب 1 يعني مثلا شايفين هاي هيك كلها هاي تايب 1 هاي حويصلة هوائية بتبادل أكسجين مثل الكتير كربون هاي اللي هون خلية جنبها سبحان الله كثير أصغر منها وما لها علاقة فيها بالشكل لكن هاي إيش اللي هي التايب 2 هاي التايب 2 بتطلع السيرفاكتن السيرفاكتن شو هو باختصار يعني هو أنه بلوضع الطبيعي في عندي سوائل بسيطة جدا داخل الحويصلة الهوائية لان لما أنا أجي بدي أنفخ الحويصلة الهوائية بلأ يعني بصير فيه جهد عالي لحتى تفتح هاي الحويصلة الهوائية السيرفاكتن هو عبارة عن لبد بدخل بين جزيئات الماء فبالتالي بس أجي أنا بس يجي يدخل الهواء من هون يكون ايش كثير أسهل إنها تتوسع وتنفتح هاي الالفيولاي والعكس صحيح الآن إنه لما يجي الهواء بدي يطلع منها إذا ما كان فيه سيرفاكتن بس يجي الهواء يطلع منها عالسريع بشفط الهواء الموجود كان فيها فبتسكره وبتنكمش وبتغلق إغلاق كامل هاي السفينجو الليبتز أو الليبتز الموجود هون اللي هو السيرفاكتن كمان بمنع إنه هاي الالفيولاي يصير لها إيش كلابس ديورينج إكسهليشن ديورينج يعني من نتيجة الزفير اللي بصير في عندي فسبحان الله وهيك بتظلها هاي الالفيولاي فاتحة شو ما كان فبالتالي بما إنها فاتحة بتكون أسهل إنها تنفخ يعني مثلا لو إجيت إنت أعطيتك أنا باللون حكيت لك أنفخه راح أول ما تيجي تنفخه وتعبيه هوا راح تكون شوي بدك قوة بس لما يكون فيه هوا أصلا وحكي لك أنفخه كمان بيكون أخف الجهد عليك من إنك تنفخه هو منفس على آخر يعني هاي هيك هذا هو يعني باختصار الآن السلفاكتان إزا ديترجنت لعيك سيوستانس أبصر إيش الفلويد كوتين الفيولايس سيرفاس ديكريز التنشن يعني بتقلل السيرفاس تنشن على الالفيولاي فبتظلها الأمورها تمام تنفخ بسرعة وبترجع لكن ما تنكمش نهائيا without it the wall would stick together during exhalation during exhalation كان إيش طبق الوال ع بعضه يعني انكمشت وسكرت الآن القضية وانه هذا السيرفاكتان سبحان الله والخلايا التايب 2 متى بتبدأ تشتغل في آخر أسابيع الحمل يعني خلنحكي بالشهر التاسع وهيك بأول الشهر التاسع بآخر أسابيع الحمل فإذا انولد الطفل قبل هاي الفترة بيكون في عنده مشكلة بالسيرفاكتان تمام وكمان في بعض الأمراض عند الأمهات مثلا لو الأم مريضة بالسكري مثلا هاي السيرفاكتان بتكون كمان قليلة الآن صار يعطوهم طبعا قبل ما تولد الأم يعطوها سيرفاكتان يعطوا الجنين أول ما يولد سيرفاكتان ويعطوا الأم كورتيزون وهي حامل فيه بعدها حتى تنشط إنتاج هاي الخلايا للسيرفاكتان الموجودة سبحان الله هذه صورة يمكن مش عارف همو من أنتو عرفتوهم لا الميكانيك ميكانيك سيرفاكتان يعني هاي الصراحة شغلها أناتومي يعني بيور أناتومي ما رح ندخل فيها كثير بإختصار شو اللي بدي أحكي لك إنو اللي نفرض أنه أنت قاعد تطلع الإنسان من قدام زيك هاي في عندك إيش وهي ستيرنم وهي اللي نفرض إنه هؤلاء الربز شو بصير دور إنس بإنس بحكي لك هاي الربز بترتفع لفوق كلها بترتفع طيب شو يعني شو بستفيد شوف بالوضع الطبيعي خلن لهون 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 لكن أنا لما أخذ نفس الضلوع هاي بترتفع فبس ترتفع الضلوع لفوق بتبطل لها بصير يعني زي أطول شوي بس ترتفع الضلوع صح ولا فبس ترتفع بصير أطول فبصير ثلاث كيفيتي أكبر يعني شايف ثلاث كيفيتي حجم أكبر نتيجة إنه أنا بدي أدخل هوا أكثر فهذا مقصود فيه وبالإكسهاليشن العكس لما تطلع النفس هذا بالنسبة للترال موبمت للربز الآن المانيوبرام نفسها ينفرض أنه هاي الأنتيريور من هون وهي البوستيريور من هون وهذا الزلم قاعد يتطلع لقدام وهي الستيرنام عنده هون وهي الربز شو مصير بالستيرنام نفسها لما أنت تأخذ النفس استيرنام نفسها ترفع لفوق شوي والعكس صحيح بس يطلع النفس تمام نحن الآن بالإختصار طبعا في عندي دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى الآن القلب مقسوم إلى قسمين في عندي الرايت وفي عندي اللفت الرايت اللي هو بيجي بالدم من الأوردة اللي هو بيجي دي أكسيجينات بلد فمثلا هاي من الفينز وفينا كيفا وهي كله بيطلع طبعا الفينز كلها بتتحد بالإنفيرو فينا كيفا من تحت وبالسبيل فينا كيفا من فوق بيصب مع بعض بيصير الثنين الفينكيفي هذول الثنين بيصب بالرايت أتريم والرايت أتريم بيصب بالرايت فنتريكل لأن هذا الدم أزرق يعني طبعا هو مش الحقيقيق أزرق لكن بالرسمات لأنه دي أكسجينيتد الآن بيضخ هذا الدم من الرايت فنتريكل لأين للرئة فبس ينضخ من الرايت فنتريكل للرئة بيصير له تبادل وهيك ويتحول إلى أكسجينيتد ويرجع من الرئة إلى الـ إلى الأذين الأيسر بس يرجع من الـ من الـ ونزل إلى ومن يضخ إلى كل أجزاء الجسم لزي ما أنتم شايفين لونه باللون الأحمر ليش لأنه أكسجينيتد الآن فبالتالي هاي الدورة الدموية الصغرى اللي هي من الرايت فنتريكل أو الرايت هارت إلى اللنغ وإرجع هاي إيش الدورة الدموية الصغرى دورة الدموية الكبرى اللي هي لكل الجسم زي ما احنا شايفين من الـ فاللفت 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 بيضخ على الأورطة والأورطة بتبضخ إلى كل أجزاء الجسم طب الآن احنا هاي ضخينا من الرايت فنتريكل إلى الريئة حتى نعمل اكسجينيشن ونبادل الغازات بالريئة لكن مين بده يغذي الريئة نفسها يعني الريئة نفسها بدها اكسجينيت بلد يوصل لها حتى يغذيها فبحكي لك نفس الأورطة بيطلع شريان هيك صغير بيسموه برونكيل سيركوليشن أو برونكيل آرتريس بتروح بتغذي وبتعطي بنزين لهاي الرئة حتى كمان هي تشتغل وتغذي حالها نفسها وضحت فهي يستقبل مية بالمية من ضخة القلب لأنه كل ضخة القلب من الرايت فنتريكل كلها راح تروح للرئة كلها ما في ما في راح تروح ونصفها راح يروح أبصر لا كل اللي من الرايت فنتريكل كله راح يروح للرئة تمام تمام حتى يش نصي لأكسوجينيشن بينما برونكيل سيركوليشن اللي هي طيب احنا كمان بدنا أكل لأن سهلا نساعدكم نعملكو نعملكو أكسوجينيشن بس احنا بدنا كمان نتغذى فهي بدلوهم شريان اسم برونكيل آرثري فبسموها برونكيل سيركوليشن طالع من الأورطة هي كمية قليلة من الأورطة 2% من لأن 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 يضخ لكل الجسم 2% من اللي يضخ لهم حتى يطعم الرئة شوية أكسوجين حتى هي تشتغل لحالها واضح وهكذا الآن بديو أحكي لك باختصار الآن أنا بالرئة بالوضع الطبيعي بيكون عندي negative pressure بالوضع الطبيعي لازم يكون بالرئة في negative pressure ليش في negative pressure حتى يسحب أكسوجين أو حتى يسحب هوا يعني لنفرض تذكروا القطرات اللي هيك زمان عفوا هيك تيجي هاي العلبة وهون في عندك زي بلون ومن تضغط البلون وتنزل البلون لتحت أو تضغط على البلون وتنزل التيوب لتحت بس تترك البلون هاذ بتعبه وفبشفط من المي واضح نفس الرئة لازم يكون negative pressure حتى أنت تسحب نفس مباشرة يدخل الهواء عليها ما يحتاج طاقة منك واضح فلازم يكون negative pressure فلما أنت تسحب نفس تسحب negative negative لتوصل positive يطلع الهواء من الرياء سبحان الله ميكانيك كثير فيها شغل لكن ستعرفوها في السنة الثالثة بالضبط كيف يصير هذا ليس مطلوب منكم وهيك نكمل الجزء الأول المحاضرة نأتي الجزء الثاني إن شاء الله بنعمله فيديو سريع لحاله وهيك نكمل هذا الجزء وإن شاء الله رب يوفقكم خلينا الروح نصلي ونلتقي بعدين بإذن الله سبحانه وحمدك نشهد أن لا إله لا نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته